موسيقى انطلقت النسخة الثامنة من المسابقة الكبرى للقرآن الكريم التي تنظمها إذاعة موليتانيا بمشاركة أزياد من ألف ومائتي متسابق من مختلف الفئات العمرية وبحضور مكثف أنا نقلع عبدالرحمن جاء من عدم مسابق قرآن الكريم عن جهداء شخصا اسم أمينة سيد محمد العبد الرحمن قرآن كامل مشاركة في مسابقة القرآنية نسخة الثامنة اسم الكريم أحمد سالم ومحمد رمين شايه إن شاء الله اليوم إن شاء الله ستجل المسابقة إن شاء الله وإن شارك فيها راجي إن شاء الله من أنتم الآن اللعنين ننجح إن شاء الله للفوق تستمر تصفيات المسابقة الكبرى ثلاثة أسابيع وصولا إلى المرحلة النهائية التي ستنظم في شهر رمضان المبارك تشرف على المسابقة ثلاث لجان محكمة تتابع كل التفاصيل المرتبطة بالمسابقة وبمتابعة المجلس العلمي لإذاعة القرآن الكريم وإذاعة موريتانيا في هذا اليوم المبارك بدنا هذه المسابقة التي يتعلق بها الحمد لله تتعلق بها طموحات شبابنا وأبناء وأبنائنا للقرآن الكريم وقد تجاوز المرشحون لهذه المسابقة أكثر من ألف مرشح ونبدأ بإنلا خلال ثلاثة السابع هذه المسابقة الكبرى لحفظ وتجويد كتاب الله عز وجل في نسختها الثامنة هي فرصة طيبة تتكرر كل سنة لخيمتها القرآن العظيم وتشجيع حملته وترغيبهم بجوائس قيمة تبث فعاليات المسابقة مباشرة على ثلاث إذاعات هي إذاعة القرآن الكريم إذاعة الشباب والإذاعة الثقافية وكان المجلس العلمي لإذاعة القرآن الكريم قد عقد دورته العلمية الأولى لهذا العام بحضور المشرف العام على تزكية ورش إنتاج المجلس العلمي لإذاعة القرآن الكريم فضيلة العلامة الشيخ محمد المختار والمبالة والشخصيات العلمية والمرجعية للمشروع وبإشراف ومتابعة من المدير العام لإذاعة موريتانيا سيد محمد الشيخ عريقة تمثل عمق هذا البلد وثقافته الحقيقية إن اجتماع هذا العدد من أهل العلم والحكمة والفضل والدعوة لا يبشر بخير وتعلق عليه آمال كبيرة ناقش المجلس العلمي خلال دورته التأسيسية الثانية ما تحقق خلال العام الماضي من خدمة لكتاب الله تعالى وعلوم القرآن والسنة مثل إنتاج مصحفي التراويح والتهجد من مسجد إذاعة القرآن الكريم وعقد مجالس سماع صحيح البخاري وموطئ الإمام مالك وإنجاز النسخة السابعة من المسابقة الكبرى للقرآن الكريم والبث الموحد لدروس الإحياء الرمضاني عبر منصات الإذاعة والقنوات المرئية وغير ذلك من الإنجازات الشاهدة في مجال خدمة كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وصادق المجلس العلمي خلال دورته كذلك على البرنامج العلمي الجديد لإذاعة القرآن الكريم وأشرف على انطلاقة جديدة يراد لها بإذن الله أن تحقق نهضة قرآنية كبيرة تليق بكتاب الله تعالى وبشهر رمضان الفضيل كما أشرف المجلس على تكوين رجال تحكيم المسابقة الكبرى للقرآن الكريم التي تنظمها إذاعة موريتانيا في الشهر رمضان المبارك تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهوري السيد محمد الشيخ الغزواني وهي المسابقة التي شارك فيها آلاف القراء والمتسابقين عبر مسيرتها المباركة خلال السنوات السابقة وما تزال محط أنظار حملة كتاب الله الذين يفدون إليها من كل حدب وصوب إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتيهم ربهم ووقيهم ربهم عذاب الجحيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر